كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما أراد الله تعالى تقريب المعاني إلى العرب من أجل فهم الرسالة السماوية الختمة قام بضرب الأمثلة من باب تقريب المفهوم إلى أذهان بسطاء الناس وكانت الأمثلة التي يتم ضربها لهم هي من واقعهم المعاش ومن بين الأشياء التي ضرب الله تعالى به المثال هو التمر فقد استخدم القرآن الكريم على الأقل ثلاث كلمات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتمر بصفة عامة وبنوات التمر بصفة خاصة واستخدمها أرواح استخدام هذه الكلمات الثلاث هي النقير والفتيل والقطمير فما هي معاني هذه الكلمات وكيف استخدمها القرآن الكريم بأسلوب معقد وبلاغة رائعة والجواب عن ذلك القرآن الكريم عندما يحدثنا ونفهم عن عدل الله سبحانه وتعالى نجد أن التعبير القرآن يقول مرة ولا يظلمون نقيرة مرة أخرى ولا يظلمون فتيلة إذن النقير هو النقرة والفتحة الصغيرة التي تكون على ظهر النواة فإن عندما تنظر إليها تجد وكأنها شيئا نقص من النواة لأنها عبارة عن حفرة صغيرة جدا وقد وردت في آيتين في القرآن الكريم كلتاهما في سورة النساء الآية الأولى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا والآية الثانية هي ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا أما الفتيل فهو الخيط في شق النواة وقد ورد في ثلاث آيات إثنتان منها في سورة النساء ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتلا وكذلك قوله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتلا والآية الثالثة في سورة الإسراء يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتلا أما القطمير فهي تلك القشرة الناعمة الرقيقة التي تغطي النواة وتفصل ما بين النواة والتمره من الداخل وقد جاءت في آية واحدة وذلك في سورة فاطر عند قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وهي كناية عن حقارة الشيء فالذين يدعون من دونه لا يملكون حتى هذا الشيء الحقير البسيط الذي هو قشرة نواة التمره فما بالك بأن يملكوا ما هو أعظم من ذلك أعتقد أنني وضحت هنا معاني هذه الكلمات الثلاث النقير والفتير والقطمير لكن السؤال الذي يتباذر إلى الذهن ويحتاج إلى تدبر وهو هل إذا استبدلنا مثلا كلمة نقير واستخدمنا بدلا عنها كلمة فتيل فهل يا ترى سيتغير المعنى لنرى ذلك قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقير الحديث في هذه الآية عن أناس يعملون الصالحات ولكي تظلم شخصا يعمل الصالحات فإن ذلك يكون بأن تنقص من حسناته وكما أن النقير هو عبارة عن حفرة وشيء ناقص في نواة التمرة فإنه تعالى لا ينقص من حسنات هؤلاء ولو حتى بمقدار ما يملأ النقير في نواة التمرة والذي هو أصلا أمر لا يكاد يقاس الشيء الذي يدل على منتهى العدل الإلهي وإذا نظرنا كذلك للآية الأخرى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا لأنهم إذا أعطوا الناس ولو بالمقدار الذي يملأ النقير وهو كذلك دلالة على الشيء الهيين جدا والمستحقر فإنهم مع ذلك لا يعطونه لأنه سينقص من مالهم والآن لننظر لآيات الفتيل والذي هو الخيط في شق النواة والذي يعتبر زيادة في النواة على عكس النقير وهنا القرآن الكريم استخدمه واستعمله ببلاغة كبيرة حيث قال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينة هذه الآية هي في المشركين والكافرين هؤلاء لم يذكر القرآن الكريم أن لديهم آية حسنات بل ما عندهم إلا السيئات ولكي يظلموا فإنه يتوجب أن يزاد على سيئاتهم لكنه تعالى قال بأنه لن يزاد على سيئاتهم شيء ولو كان بمقدار الفتيل نفس الشيء بالنسبة للآيتين الأخرين التي يذكر فيهما ولا تظلمون فتيلة وكذلك ولا يظلمون فتيلة ففي الآيات التي استخدمت النقير تحدثت عن النقص أما الآيات التي استخدمت الفتيل فقد تحدثت عن الزيادة وبالتالي استخدام نقير بدلا من فتيلة أو العكس لن يوصل المعنى بالشكل الصحيح قال تعالى في سورة النساء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض سؤال نلاحظ في هذه الآية أنه تم استخدام توفاهم في حين في آيات أخرى استخدم القرآن الكريم تعبير تتوفاهم فنلاحظ هنا أن حرف التاء قد حذف فهل توجد بلاغة لغوية في ذلك؟ الجواب أحيانا يكون الحذف في القرآن إما للدلالة على أن الحدث أقل أو أن يكون في مقام الإجهاز مثل توفاهم وتتوفاهم فمثلا في هذه الآية من سورة النساء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض تم استخدام توفاهم بينما في سورة النحل مثلا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون في سورة النساء ليس الكلام عن كل الظالمين أنفسهم بل الظالمين أنفسهم المستضعفين في الأرض أما في سورة النمل فهي عموم الظالمين أنفسهم فلما خص بقسم من الظالمين المستضعفين قال توفاهم ولما عمم الظالمين قال تتوفاهم مثال آخر لنفس الأسلوب القرآني مثلا تبدل وتتبدل قال تعالى في سورة الأحزاب لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك هذه حالة خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله فتم استخدام تبدل بينما في سورة النساء وآتوا ليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا هذا حكم عام ومستمر إلى يوم القيامة فعندما خصص قال تبدل وعندما عمم قال تتبدل مثال ثالث وأخير عن نفس الأسلوب في القرآن الكريم تفرقوا وتتفرقوا في سورة آل عمران مثلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا الكلام عن أمة الإسلام وهي حالة خاصة بينما في سورة الشورى قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وهنا الكلام عن كل البشر وذكر الأنبياء من زمن سيدنا نوح إلى قيام الساعة فعند التخصيص قال تفرقوا وعند التعميم قال تتفرقوا هذا والله تعالى أعلم بما جاء في كتابه شكرا لكم على حسن المتابعة أتمنى أن أراكم في حلقة يوم غد بإبنه تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليذبروا آيات بي وليتكر أولو الألباب